لسه مع النادي الاهلي ومع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لكن الفريق هيدخل معسكر مغلق في النمسا خلال الفترة من 28 اغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل استعدادا طبعا للموسم الجديد واطمئن كابتن خالب بيبو مدير الكرة على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الاعداد وحرص الكابتن خالب بيبو على زيارة معسكر الفريق في النمسا وتفقد مقر الاقامة وملاعب التدريب واطمئن على وسائل الانتقالات طبعا لتوفيق الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللعبين لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر ووجه كابتن خالب بيبو الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة على المجهود المبزول خلال الفترة الموضية الحقيقة يعني عامل مجهود كبير لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستقراك تأشيرات السفر لبعثة فريق الكرة بالنادي الاهلي وكان مدير التعاقدات طبعا سفر سفرية سريعة كده مجرد 48 ساعة يعني كان معاد خلالها صحبة كابتن سامير عدلي المدير الإداري للفريق لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل السفر للفريق الحقيقة دور قوي جدا من كابتن خالب بيبو بيراجع كل حاجة بنفسه وعايز يشوف كل حاجة بيعنيه قبل ما الفرقة تتوجه للنمسا يعني خلاص إحنا مسألة أيام وهتسافر النمسا الفرقة بدأت تدريب النهاردة بالفعل أول يوم عودة لللاعبين ونتمنى لهم التوفيق في معسكر النمسا إن شاء الله